يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا الحمد لله الذي فتح بابه للسائلين وجعل ذلك من مسائل الدين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أيها الإخوة والأخوات مصابحنا في هذا اليوم يتعلق بالله جل وعلا ودعاء الله ورجاء الله والإخبات بين يدي الله جل وعلا يدعو الداعي مخبتا متذللا خائفا ذليلا غاجيا إلى الله جل وعلا المفزع وإليه المرتجى وهو الملتجى سبحانه من رب كريم ذو فضل وجود وإحسان يمن على عباده ويعطي أولياءه ويكرم من سأله وقال ربكم أدعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين والله جل وعلا يقول وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون والله سبحانه وتعالى يقول أما يجب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء لغ أإله مع الله كل ذلك وغيره كثير في كتاب الله جل وعلا إشارة إلى التعلق به ودعائه ورجائه وسؤاله سبحانه وتعالى من عظيم فضله وجزيل إعطائه وكريم إنعامه هو ذو الفضل والجود والإحسان إذا كان هذا الدعاء العبد لله جل وعلا في كل أحواله فأعظم ما يكون ذلك حال تنسكه بشعيرته وقيامه بحجه وتنقله في مشاعر الحج ومناسكه أعظم ما يكون الدعاء في تلك المواطن مواطن جليلة ومواطن كريمة يجيب الله فيها الدعوات ويقيل فيها العثرات ويعطي الله سبحانه وتعالى من الرحمات والنفحات ما يزيد عباده من الخير والفضل والجود والإحسان أيها الإخوة إذا ما رأيتم الحج فهو كله دعاء لله جل وعلا فإن الحج إنما يحج طلبا للفضيلة والأجر والحسنة وإنما يطلب بذلك أيضا السلامة من البلاء والفتنة والنار إذا حج الحاج فأول شيء يحصل له في كل مناسكه هو دعاء الله جل وعلا يصلي ركعتين عند الإحرام فيدعو الله جل وعلا فيهما ويلبه في الإحرام إذا وصل إلى مكة فأول ما يدخل بيت الله الحرام فإنه يطوف والطواف مشتمل على الدعاء سواء في ذلك دعاء خاص ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقناع عذاب النار أو ما يكون من دعائه لنفسه من الأدعية النبوية وجوامع الأدعية ومما يطلبه من خيري الدنيا والآخرة إذا انتقل إلى الصفى ورقى عليه فهو موطن من مواطن الدعاء النبي صلى الله عليه وسلم هلل الله ووحده وكبره ثم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثم قال ذلك ثلاثا يدعو بينها فدل ذلك على أنه موطن من مواطن الدعاء ثم هو يكون بين الصفى والمروة يذكر الله ويدعوه إذا رقى على المروة فإنه يقول بنحو ما قاله على الصفى ويدعو في ذلك كدعائه على الصفى فكان ذلك موطن من مواطن الدعاء في الحج ولذلك ذكر أهل العلم هذه المواطن من المواطن التي يتأكد فيها الدعاء ومن أعظم المواطن يوم عرفة فذاك يوم الدعاء يوم الدعاء لله سبحانه وتعالى والإقبال والإقبات وقد ذكرنا فيه ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من إقباله واجتهاده ورفع يديه بين يدي الله جل وعلا مخبتا متذللا داعيا راجيا وأيضا من المواطن التي جاء فيها الدعاء في الحج في المشعر الحرام إذا وصل الحجاج إلى مزدرفة فإنهم بها يبيتون وبها يسكنون ويرتاحون حتى إذا صلوا الفجر ذكروا الله جل وعلا وعظموه وهللوا ثم دعوا الله سبحانه وتعالى فذلك كما يقول أهل العلم وكما صحت بذلك السنن من المواطن التي يتأكد فيها دعاء الله سبحانه وتعالى وأيضا من مواطن الدعاء التي يدعو الحج الله جل وعلا فيه عند رمي الجمع وذلك متعلق برمي الجمرة الصغرى والجمرة الوسطى أما الكبرى فإنه لا يقف بعدها للدعاء والدعاء عند الجمرة الصغرى دعاء طويل ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بقدر قراءة سورة البقرة في كل الأيام التي يرميها في اليوم الحادي عشر والثاني عشر وكذلك الثالث عشر إن تأخر وأيضا الدعاء بعد الجمرة الوسطى هو دعاء طويل كما فعل عند الجمرة الصغرى يدعو الله سبحانه وتعالى ويقبل عليه هذه المواطن أيها الإخوة مواطن الدعاء في الحج التي يتأكد فيها الدعاء والتي ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دعا فيها عند الطواف على الصفة على المروة في يوم عرفة عند المشعر الحرام بعد الجمرة الصغرى وبعد الجمرة الكبرى الدعاء من فتحه الله جل وعلا عليه فإنه يوفق لخير كثير إذا كان الناس يطلبون حاجاتهم من غير الله وهم لا يملكونها فكيف بمن يطلبها من الله الذي يملكها إذا كان الناس إذا دعوا فإنهم يتأففون ويحزنون فإن الله جل وعلا يدعو عباده لأن يدعوه ويطلبهم أن يسألوه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فالله سبحانه وتعالى يفرح بدعاء العبد ويفرح بإقباله وجاء في الحديث الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا إلى سماء الدنيا حين يبقى الثلث الأغير من الليل فيقول هل من داع فأستجيب له هل من سائل فأعطيه هل من مستغفر فأغفر له فالله جل وعلا يحث عباده على أن يطلبوه ويأمرهم أن يدعوه ولأجل ذلك كان هذا من أجل العبادات وأعظمها أيها الإخوة فما الذي يمنعنا وما الذي يحول بيننا وبين أن ندعو الله جل وعلا وكيف يكون العبد في هذه النسك وفي هذه العبادة وهو متلبس بهذه الطاعة يتنقل بين هذه العبادات ثم هو يعرض عن الله جل وعلا وعن طلب الله وعن التعرض لرحمة الله سبحانه وتعالى إن الله لا يقبل الدعاء من قلب غافل له كما جاء ذلك في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فأقبلوا على الله وادعوه يقول عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه إني لا أحمل هم الإجابة وإنما أحمل هم الدعاء لأن الله جل وعلا قال أجيب دعوة الداعي إذا دعان فهو فعل وشرط إذا حصل فعل الشرط حصل جوابه إذا حصل الدعاء من العبد فإن الله جل وعلا يجيب العبد إذا دعاه ويعطيه إذا سأله ورجاه إن كثير من الناس يتعرضون لهذه الغحمات ويأتون إلى هذه العرصات ويمرون بهذه المشاعر والمناسك لكنهم لم يحملوا أنفسهم على الاجتهاد في العبادة والاجتهاد في الدعاء والإقبال على الله جل وعلا وسؤال الله سبحانه وتعالى من خيري الدنيا والآخر كم هي الحاجات التي تحتاجها في صلاح دينك وإتمام عبادتك وقيامك بحق ربك في توحيده في الصلاة في الزكاة في الصيام في أن لا تنقص عبادة من العبادات في أن لا تقصر عن حق الله جل وعلا في أن تبتعد عن محارم الله و تجتنب معاصيه تسأل الله جل وعلا أن يعصيمك من معصية ابتليت بها و من سيئة داخلتها و من شر خالت من المعاصي في الخلوات أو في الجلوات و غير ذلك ينبغي للإنسان أن يجتهد في العبادة و أن يطلب الخير و أن يقبل على الله سبحانه وتعالى فيه إن من الناس من له حاجة في سقم نزل بولده أو مرض حل بزوجته أو سوء من الأمور التي تنزل بالإنسان فينبغي للإنسان أن يدعو الله سبحانه وتعالى فيها كم هي الحاجات التي يحتاج إليها المسلمون تدعو الله جل وعلا أن يفرج ما نزل بهم أن يذهب ما حل بهم كم هم المأسورين الذين أسروا و كم هم المحبوسين الذين حبسوا في تلك البلدان التي ابتلت بظلم بعض من تولاها و قام عليها و تسلط على شعوبها فآذاهم و أنزل بهم البليات شردهم و فرقهم و آذاهم و أخافهم و قتلهم إلى غير ذلك مما يحصل في بعض بلدان المسلمين أحوج ما يكون الإنسان إلى أن يدعو الله لأهل فلسطين و لأهل سوريا و لأهل ليبيا و لأهل مصر و لأهل اليمن و لأهل البحرين و لأهل السعودية و للكويت و جميع أمصار المسلمين و بلدانهم من حلت بهم نكبة أو من لم تحل بهم نكبة أن يزيدهم الله جل و من الخير و أن يمنى عليهم بالفضل أيضا من الدعاء الدعاء لمن ولاه الله الأمو في أن يقوم على العباد بمصالحهم و أن يجري عليهم ما يكون فيه هناء و عيشهم و أن يكون فيه أيضا قوام دينهم و أمره بالمعروف و نهي عاني المنكر و حثه على الطاعات ذلك كثير عند الناس لا يحرصون عليه و لا يتنبهون له أرأيتم يا أيها الإخوة لو أن شخصا من الناس دعا الله جل وعلا بدعوة فانحلت بها أزمة من أزمات المسلمين فكم هو الخير الذي يلقاه و كم هو الفضل الذي يتحصل عليه و يعطاه لا يدري عن ذلك أحد لكن الله جل وعلا يحيط به و لا يشعر به مسلم لكن الله سبحانه و تعالى كتبه في كتابه و جعله من أعماله إذن أيها الإخوة أنتم حججتم بيت الله الحرام و طلبتم هذه العبادة فالتعلموا أن من أعظم ما يكون فيها دعاء الله سبحانه و تعالى و التعرض لرحمته و سؤال الله جل وعلا من فضله فإياكم أن تقصروا و إياكم أن تتوانوا و إياكم أن تتخاذلوا و إذا ما دعا العبد ربه فينبغي له أن يحسن الدعاء و أن يكون دعائه بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الأدعية بما ثبتت به السنة بما جاءت به الآثار ليكون ذلك أجمع لدعائه و أعظم لطلبته عند ربه سبحانه و تعالى لأنها تجمع خيره الدنيا و الآخرة و ليتأدب بآداب الدعاء فلا يعتدي فيسأل الله سبحانه و تعالى ما ليس له مسألة و إن من أعظم الاعتداء أن يدعو غير الله أو أن يتوسل بجاه أو بمخلوق أو أن يرجو غير الله سبحانه و تعالى و من أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة و هم عن دعائهم غافلون و إذا حشر الناس كانوا لهم أعداء و كانوا بعبادتهم كافرين أيضا من أعظم آداب الدعاء أن يدعو العبد و هو موقن بالإجابة أما القانط و الآيس فإنه يوشك أن لا يحصل رحمة الله إنه لا يئس من روح الله إلا القوم الكافرون و من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون كما جاء ذلك في كتاب الله سبحانه و تعالى فإذا جمع العبد إلى دعائه أيضا التوسل إلى الله بأسمائه و صفاته و إظهار فاقة العبد و حاجته إلى مولاه فإن ذلك من أعظم ما يكون سببا لإجابة الدعاء و يستفتح بالحمد و الصلاة على رسول الله و يختم بذلك فيكون ذلك ختام خير و سبب بر و سبب من أسباب الإجابة فإذا أطاب مطعمه و رفع يديه فإن ذلك من أعظم ما يكون سببا لإجابة الدعاء أسأل الله سبحانه و تعالى أن يتقبل منا و منكم الدعاء و أن يتمم لنا الحج و أن يسر لنا الأمر و أن يعقبنا عاقبة خير في الدنيا و الآخرة و صلى الله وسلم و بارك على نبينا محمد و على أهله و صحبه أجمعين يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله و رسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل و من يكفر بالله وملائكته و كتبه و رسله و اليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا